أنا في تصوري شبيبة القبائل جاي ويضع في اعتباره أنه يلعب عشان نقطة عشان يضمن تأهله الرأي اللي بيقوله أنه اللعب عشر لعيبة أنا بتصور لو شبيبة الجزائر لعبه بـ 11 لعب كانوا خسروا المطش ده لأن القوة أو الدفعة المعنوية اللي خدوها بعد ما اضطرت اللعب منهم كان لمصلحتهم لأنه زود عليهم الضغط في الوقت اللي فيه الأهلي لعب تحت ضغط عصبي غير عادي الجماهير الصحافة الجزائر أو شبيبة القبائل اللي بتلعب عشرة أنا لسه الكرة في ملعب الأهلي وأنا بقول لكم وبالتأكيد أستاذ الفاضل نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونتمنى رجوع طبعا الأهلي إلى مستواها السابق وتحقيقها للانتصارات والبطولات بإذن الله تعالى إذن ماجد نوار زميل ماجد نوار ناب رئيس تحريب جريدة جمهورية وبين قوسين الأهلاوي المتعصف شكرا جزيلا لك وكل عام أنت بخير مرة أخرى سيدي شكرا جزيلا وكل عام وأنتم والسادة المشاهدين في الدوحة وفي البلاد العربية كلها بألف الصحة وخير يا رب ورمضان كريم رمضان كريم شكرا لك شكرا لك